ينتظر الأردنيون بحماس مراسم أول زفاف ملكي كبير في بلدهم منذ سنوات طويلة فزواج ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنثة السعودية رجوة السيف جذب انتباه العالم نظرا لأهميته ورمزيته والاهتمام الإعلام الكبير بهذا الحدث جعل من هذا العرس الملكي مرآة للعالم تعكس جمال التقاليد الأردنية والثقافة العربية الغنية فبين حفل الحناء وحمام العريس ووليمة العشاء في انتظار الحفل الكبير تابع العالم أحداثا أبهرتهم وعبروا عن إعجابهم بها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فكرة زواج صحيحة هذا ما قاله المغرد فيصل بن حثلين عندما وصف مراسم التحضيرات عبر السوشال ميديا فقد قال زواج ولي العهد في الأردن الأمير الحسين يعيد فكرة الزواجات الصحيحة في الجزيرة العربية والرجوع للأصل وترك العادات الدخيلة في العالم الجديدة في تغييدة أخرى بارك عبدالإله لبريكي لولي العهد والأردن بزواج ولي العهد قائلا الله محي النشامة مبروك وألف مبروك والله يجمعهم على خير أحلى زواج شفتوا في حياتي فيه متعة وساعة صدر لا توصف المغردة نادرين عبرت من خلال تغييدتها عن فخرها بهذه الاحتفالات التي كما قالت وضعت تقاليد الأردن تحت الأضواء نادرين قالت كمية الفخر والاعتزاز والصورة العظيمة التي ترسمت على أرض الأردن التي تغنت بالتحية وصوت الهجيني وهبوب ريحة القهوة لتتزين جميع مواقع التواصل الاجتماعي بتقاليد الشعب الأردني وأصالته وفخامته ويتغنى العالم بأصالتنا الله يديم عزك ويديمك بالخير فاطمة العنزي أكدت وتأكدت على حد قولها من أن الفرح معدي فقد كتبت تم الساعة عرز ولي عهد الأردن عشان أجهز القهوة والكيك أغلب الناس متحمسين للعرس واللصج الفرح معدي والأردن طريقتهم بالفرح جميلة وبسيطة الله يهني المعاريس ويجعل بينهم مودة ورحمة سيعقد قران ولي العهد في قصر زهران في العاصمة عمان ويعد هذا القصر واحدا من أقدم القصور الملكية الأردنية وقد أقيمت فيه العديد من الأعراس الملكية مثل حفل زفاف والده الملك عبدالله الثاني ومن ثم سينطلق موكب الزفاف في مصار احتفالي من قصر زهران إلى قصر الحسينية غرب عمان وسيتمكن آلاف الأردنيين والمقيمين من المشاركة في الاحتفال بموكب العروسين من خلال سبعة مواقع موزعة على طريق الموكب الملكي الأحمر فهل ستتابعون مشاهدين أنتم كذلك حفل الزفاف الملكي من بيوتكم؟